الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة ازاي نحافظ على جلدنا ازاي نحافظ على شعرنا ازاي نحافظ على صحتنا نوعيات من الاكل المتوفرة ده كلنا ممكن نلاقيها بس محتاجة ان احنا ننظم ونبقى احنا عارفين عايز ايه الناس اللي هي مثلا دايما بتمشي ورا انا نفسي وانا عايزة واش مان انا اللي هتحرم طبعا بتكون نتيجة انها هي دي الناس اللي بتدفع الدريبة من صحتها لان كتير جدا نوعيات الاكل كتيرة بس مش كل الاكل يناسبنا او بمعنى اصح في كل مرحلة من العمر بنحتاج لنوعية معينة من الاكل لو انا خدت بالي منها دي هي اللي انا هحافظ بيها على صحتي وعلى جمالي وعلى شعري وعلى نظري عشان كده نوعية الاكل احنا من كلها دي بتختلف